من صدفان بدي رحب بكل سماعا برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر المنصات يلي عم نطل عبره أصدقاء المستمعين ضمن برنامج كل يوم بيومه رح نروح إلى السلام سلام مفهوم جديد بالكتاب المقدس وليس السلام يلي منحكي عنه وكل يوم كل واحد منا بيفسر السلام على طريقته وكل واحد منا بده عيش السلام بأسلوبه الخاص إن كان بالأسلوب السلوكي الأخلاق الاجتماعي والمعيشة السلام في الكتاب المقدس هو من ضمن نشاطات عم تسير بالبلد منها الأسبوع الكتاب المقدس ويوم كلمة الله بصرنا عن هيدا الموضوع نتناقش ونتحاور مع ضيفنا الدكتور نيكولا نقولة أبو مراد استاذ في تدريس مادة الكتاب المقدس في جماعات لبنانية والخارج وأيضا له عدة مؤلفات آخرة تفسير المزامير أهلا وسهلا فيك دكتور والسلام لكم شكرا والسلام لكم أيضا وعليكم وشكرا بلاقي كتير اليوم أنه ما عم نفهم شو يعني السلام رح أعمل مؤدمة صغيرة وأكيدة بمعرفتك وبعمقك وبمتبعتك وباللهوت عندك معرفة دقيقة عنه بتصحح لي أو لا كنت أقول أنا دايما ليش يسوع داعي إلى السلام وليش حتى أخوتنا المسلمين يعني وتيس الموا بعضهم بقولوا السلام عليكم كنت فكر السلام هي كلمة بس بالمطلق أنه سلام مرحبا بس إذا منروح على العمق بالكتاب المقدس بلاقي أنه كل مفهوم وفلسفة كتاب المقدس مبنية على السلام والسلام مش للبعض بقول السلام أنه أنا وياكم الزعليم منسلم على بعضنا وخلصنا ومش إذا أنا قلت أنه بدي أعمل سلام مرتاحة ما في سلام خارج العدالة خارج الإنسانية وخارج المبادئ هذا مفهومي أنا رح أترك لأيك إذا فهمت الموضوع كما هو أو بدك تخذنا لمطرحة لا أكيد فهمت الموضوع كما هو يعني السلام هو شغلة أساسية بالكتاب المقدس ليس فقط في العهد القديم والعهد الجديد وبالتالي عند الديانة اليهودية والعهد القديم والعهد الجديد معا عند الديانة المسيحية ولكن كما ذكرت أيضا هو أساسي في الإسلام وكلمة إسلام بحد زيته هي مشتقة من نفس الجذر المشتقة منه تعبير سلام بتالي في عنا سلام ما هيكي باللغة العبرية شلام أو شلوم هي أساس في هذه الأديان الإبراهيمية التلاتة التي تدعى أديان إبراهيمية ليس فقط كواحد من جوانبها ولكن كجوهرة لهذه الأديان منشوف مثلا بالعهد القديم بدي مهم أن المسيح المنتظر عند النبي إشعية يسمى رئيس السلام وسلامه لا حد له بتالي في عنا تسمي للمسيح المنتظر بأنه رئيس السلام في عنا أيضا مش بالصدفة أنه المدينة اللي أكتر شي لها حضور في العهد القديم إن كان كمدينة خاطئة وإن كان كمدينة منتظرة هي أورشاليم وإسمها مشتقة أيضا من جذر السلام وأهم ملك بالعهد القديم اللي بيقولوا أنه عاييمو صار فيه ازدهار للمملكة اسمه شلومو سليمان السلام فإذن بنلاحظ هذا الموضوع كتير حاضر بالكتاب المقدس في هذه التسميات وأن تكون مقصودة أن تشتق هذه العبارات كلها من جذر السلام لأن العلاقات بين البشر وهذا الشي كان واضح الذي وضع العهد القديم ووضع الكتاب المقدس وكل هذه المدرسة التي نشأ على يديها الكتاب المقدس كان فيها بس طريقتين للناس تعيش مع بعضها يأما في الحرب يأما في السلام ما في طريقتين ولأن البيئة التي ظهر فيها العهد القديم كانت بيئة تتنافس فيها الأموراتوريات على الأراضي وبالتالي العلاقات بين الدول بين المجموعات الإنسانية كانت علاقات حرب وبالتالي بقي السلام الحقيقي دائما منتظر دائما متوقع ودائما مرجو لدرجة أن بداية كتاب التكوين بداية كتاب التكوين والتي هي بداية الكتاب المقدس في الإصحاح الأول حيث الحديث هو عن الله وخلقه للكون الفكرة الرئيسية أن الكون الذي خلقه الله كون قائم على السلام وعلى الحسن وهذا منشوفه بأواخر الإصحاح من بعد ما خلق الله في اليوم السادس الحيوانات والإنسان دعا الإنسان والحيوانات على أن تأكل العشب وعلى أن يتسلط الإنسان على الحيوان بالسلام وبالتالي إذا الإنسان والحيوان بيأكلوا العشب والبقول كيف ممكن يكون في تسلط بالسلام؟ هذا هو الفكرة الرئيسية أن فكرة التسلط أخذت بعد جديد في الكتاب المقدس تماما للسبب اللي كنت عم أقوله أن الإنسان لا يأكل الحيوان والحيوان لا يفترس الإنسان وليس من دم مراق بين الإنسان والحيوان لأنه اتنين بيأكلوا عشب وما بيأكلوا بعضه وهذا يتغير فيما بعد حيث الإنسان يقتل ونعرف بقصة الذبائح وإراقة الدماء حيث هذا الجرح العنفي هذا الجرح بالدم دخل إلى الحياة الإنسانية من بعد ما قال الكتاب المقدس أن الإنسان تكبر وأن الإنسان قتل أخيه وأن الإنسان مال إلى الشر والعنف وبالتالي المتوقع أو المرجو في الكتاب المقدس هو أن تكون الأرض حسنة باللغة العبرية طوب باللغة العربية طيبة يعني أن لا يكون هناك ما يعكر الحياة وازدغارها على وجه الأرض وهذا الشيء اللي بنرجع بنشوفه بالعهد الجديد بنصادفه أنه آخر الكتاب المقدس في العهد الجديد كتاب الرؤية بآخر إصحان بيرجع بيقول أن الأرض الجديدة والسماوات الجديدة هي سماوات وأرض ما فيها إراقة الدماء بالتالي اللي عم نشوفه نحن بالكتاب المقدس أنه فكرة السلام الحقيقي الذي لا يأتي فقط بالمعاهدات لا يأتي فقط بأنه نمضي باكت أو نمضي اتفاقية بين حدا وبين التاني أو أنه نحط قانون نقول أنه نضمن السلام بالقانون أي بالعقاب وبالتالي الخوف من العقاب هو الذي يفرض السلام ولكن في الكتاب المقدس السلام الحقيقي هو الذي ينبع من داخل الإنسان بكلمة الله ما أنه بحاجة بقى لأنون الإنسان مش أنه يقوله سرسول بيكسر الشريعة بيقول أنه الشريعة ما بقى بحاجة لإله لأنه إذا كانت كلمة الله فيك ما بدك شريعة تتعمل شيء منيح وبالتالي لا يكون السلام هو نتيجة عقد وخوف من من إخلال بالعقد وبالتالي من عقاب أو سانكشنز عقوبات بالخصوص الدول ولكن أن يكون التصرف الإنساني هو تصرف مسالم بالطبيعة نعم دكتور أبو مراد بسطة مشان ما ينفهم بعض الأمور ببعدة وخاصة بهيد التوقيت اليوم قصة غزة الصراع الإسرائيلي العربي المفهوم السلام في العالم بتتناقش لأنه أمور إلى آخرية لكن لأنه حضرتك ذكرت عدة مرات استشهدت باللغة العبرية بس تنقول للأصدقاء المستمعين أنه اللغة العبرية هي مقصود فيها اليهود وليس الإسرائيليين وهي موجودة بالتاريخ لأنه هذه المنطقة كانت منطقة يهودية وقبل كانوا الفلسطينيين يعني قبل ما يكونوا اليهود كان فيه فلسطينيين في المنطقة بس مشان ما تاخد بعض تفسيره أنه نحن بميلي غير الميلي اللي نحن اليوم فيها ميلة الدفاع عن الإنسان أول شيء طبعاً هيدا شيء مفروغ منه لا لا بس حبيت ألفت لهيد النقطة وأنا ذكرت استشهدت بعبارات باللغة العبرية القديمة يلي هي لغة الكتاب المقدس بس المستمعين يكونوا على معرفة أن العهد القديم كتب باللغة العبرية هي لغة غير العبرية المحكية الآن نعم أو يسوع حكل أرامية حكل أرامية يلي هي لغة بنت عملة للغة العبرية وقريبة جداً من اللغة العبرية بذلك الوقت يلي هي قريبة جداً من لغتنا المحكية في هذه المنطقة من العالم فلما نستشهد باللغة الأصلية العهد القديم هذا استشهاد طبعا مبرر جدا وهذا لا يعني طبعا ومن نافل القول أننا نقف موقف ضد المظلوم في هذه الدنيا ونعرف من هو الظالم ومن هو القاتل فهذا أمر يعني مفروغ منه جدا دكتور أبو مراد نقطتين أساسيتين حكيت فيون عن السلام الحقيقي السلام الحقيقي اللي بينبع منه الإنسان والسلام الحقيقي عبر العصور وعبر الأجيال كان ولا يزال منتظر هون بدي بلش من المنتظر اليهود انتظروا السلام مع ملك السلام يسوع وما جئو يكون في عدل على الأرض يسوع يجا طهدو وما قدر يمكن يحقق العدل على الصعيد الشعوب على الصعيد الحياة المعيشية لكن السلام الحقيقي اللي حضرتك حكيت عنه بالنفوس المؤمن بيعرفه بيلمسه بيعيشه إلى آخره كيف فينا نعمم السلام الشخصي والسلام يعني كل واحد مننا بيكون بلحظة تجلي مع يسوع مع الرب هو بيعيش هايدي لحظة السلام وبيعرفها يمكن أكتر بيكون حاسس أنه ما في شيء هموم عليه ما في شيء بهالدني حاملوا معه كيف ممكن نعمم هايدي اللحظة لحظة السلام الخاص إلى السلام عام في فكرة الخميرة يعني مهمة كتير بالعهد الجديد يعني أن الخميرة تخمر العجين قلوا إذا كانت صالحة لعطانا يا يسوع بموته على الصليب هو مثال للمحبة التي تتجاوز العداوة أنه نحن البشر علائقنا مع بعضنا قائمي على الحسد والعداوة وهذا بيعبر عنه الكتاب المقدس بقصة قاين وهبي الأول قصة بالعهد القديم أول قصة حيث النصف الإنسانية يقتل نصفها الآخر حيث مش بس نصف الإنسانية بيقتل نصف الثاني حيث الأخ الأكبر يقتل الأخ الأصغر في غيري وحسد مش منطقة وانتقام وانتقام لأنه عالة اللي بغار من الأخوة مش البكر من الأصغر إنما الأصغر من البكر وبيعرض لطريقة حياتهم أن قاين كان مالكا وكان مزارعا وكان أغنى من هبيل وكان محبوب لأمه أكتر من هبيل يعني أمه كانت تحبه أكتر بس هبيل ما منطقا ما حسده هبيل كان راعي غنم كان فقيرا ومتنقلا لا مكان يسند إليه رأسه بس منشوف بالنص يلي حسد التاني يلي غار من التاني هو الكبير الغني القوي من الصغير الضعيف الفقير مش العكس هذه قصة كتير حلوة لأنه بتفرجي أنه الإنسان بحياته متل ما شاء أنه يعيشه إن كان على مستوى الفرادة أو الفرادة الأفراد أو على مستوى الجامعات كان صراع على من يستولي أكثر على أرض أو على موارد أو حتى على الله نفسه يعني من يكون يعبد إلها هو يعتقده له ملكه ما حدا تاني إلو علاقة فيه وهذا منشوفه على مر العصور بالعلاقات بين الدول منشوفه بشيء اسمه الجغرافيا السياسية جيو بوليتيكس يلي هي صراع الدول على الموارد وعلى الثروات الموجودة وعلى النفوذ وعلى النفوذ عن ما لك ولك لي أيضا تماما وعلى أيضا مين بيقدر يفرد تقافته أو وجهة نظره على الآخرين أو بالتالي وهيدا بالزمان في الشرق القديم مين بيفرد إلهه على الآخر تماما هيدا عشناه بتاريخنا مش نظامه إلهه إلهه اليوم نظامه بس نظامه وإلهه يعني فيه عندنا تأليم الوجه الآخر لعبادة الألوها هيدا منشوفه بالقرون الوسطى بالاستعمار أنه حتى بالمسيحية أن المستعمرين فرضوا على فرضوا على الانديجنس على الشعوب الأصيلة الأصلية فرضوا دين المسيحية بالقوة ما هي فهيدا منشوف أن الحركية الدينامية الإنسانية والعلاقية يا دينامية قائمة على العداوة السلام استثنائي إذا فيه سلام نتعجب فما صار ونحن عايشين اليوم بأكتر عصر حديث شهد للأزمات العالمية يعني بيقولوا حرب عالمية تاني أو أولى أو تالتة نحن عم نعيش حرب عالمية تالتة في هذا الصراع المستجد مستجد بأسلحة مستجدة اليوم في كل مكان بالعالم موجه بالميل إلى سرقة الموارد أو الاستيلاء على الموارد سحة سحة فعلا حق معك دكتور لأنه اليوم يعني إذا منلاحظ بنشرات الأخبار ما فيه استقرار على الكرة الأرضية بكل جوانبها ونواحيها والاستقرار ما بيعني إنه بس إذا في حرب اليوم الحرب الإلكترونية اللي عم نشوفها على المنصات الحرب الاقتصادية الحرب الجوع حرب الصورة فيه يعني لا سلام بالمطلق بالمطلق يعني فيه ناراتف حتى نحنا اليوم السردية كيف واحد بيخلق سردية يعني إذا من نروح اليوم للحرب على غزة وعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين رح نشوف إنه فيه عندنا حرب الصورة وحرب السردية التي أخضر من الحرب على الأرض لأن القاتل يصور نفسه على أنه ضحية 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 يعني نتنياهو بقول هو عم يتحاكم بالمحكمة العدل الدولية وعم بيصرح من إسرائيل بقول كلام إنه كل هيدا العالم وكل الصور كذب وهو المظلوم الوحيد شو هال يعني حتى الوقاء صارت مشوهة طبعا وأكتر من هيك إنه رح بتلاحز إذا الإنسان رغم يعني إنه بيقدر يوصل لأعلى المراتب مثل الرئيس دولي كبيرة ولكن يؤمن أو يعتقد بكذبة ويروج لكذب لأنه العقل البشري عقل تكون وتروض على العداء وعلى الظلم وعلى الشر وهيدا بيقوله الكتاب المقدس بالصحة السادس وأصبح الإنسان فكر قلبه كله شر وبالتالي الإنسان الحسابات اللي بيحسبها العهد القديم بيستعمل هذه الكلمة صارت حساباته كلها شر وبالتالي الحسابات اللي بيحسبها حول وجوده وعلاقته بالآخر هي حسابات قائمة ليس على الخير ولكن على الشر وهيدا الشي عم نشوفه اليوم وبيبقى السلام هو صرخة بالبرية ما هي صرخة بالبرية السلام اليوم الدول أو الجهاز أو المنظمة المعنية بالسلام بالعالم ما قادرت منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة وهي خلقت لتكون حافظة للسلام ما هيك ووكيلة على أن لا تكون هناك حروب هي أصبحت الآن عاجزة عن أن تحقق أدنى درجات العدل وأدنى درجات السلام بين الدول وتستعمل هذه الأدات التي صنعت لتعمل على السلام تستعمل للعداء تستعمل لفرض خطط سياسية معينة وهذا يعني لدرجة أنه الإنسان ما عنده هذا الميل الطوعي إلى السلام أنه الدول المتحاربة الكبرى هي مسيطرة على قرار مجلس الأمن بالفيتو هذه الدول الخمسة اللي بسموها الخمسة الكبيرة هي اللي بتعمل حرب بالعالم وبالتالي إذا أنت خلقت إطار لصنع السلام بس عندك فيتو على كل قراراته بتوقفها إذا ما نام من مصلحتك فكيف يكون هناك سلام يعني البنى الإنسانية الهيكليات الإنسانية لا تصنع السلام السلام يأتي برأيي أنا فقط من الدعوة الإلهية ولذلك السؤال اللي سألتيني هي أنه كيف فينا نعمم فينا نعمم فكرة السلام الشخصي هي يسوع عطانا مثل مثل بموته على محب القسوة وعلى أنه اختار أن يكون ضحية على أن يحارب ما هيكي ما قاله الشيطان أنه بيبعت لك 12 ألف جوق من الملائكة وبتحارب وبتسيطر قال له ما بدي سيطر لأنه السيطرة مثل ما ذكرت بالأول فيها فكرة العداء وهي مضادة للسلام لكن السيطرة الحقيقية يلي الكتاب المقدس يدعي لإلى الإنسان يلي هو على صورة له ومثاله تسلطوا على الأرض وأخضعوها هي يلي عملها يسوع بموته على الصليفة إذن يسوع عطى هذا البعد الجديد للسلطة والإخضاع أنك لا تخضع بالقوة لكنك تخضع بالمحبة تخضع الخبرياء التي فيك حتى تستطيع أن تتسالم مع الآخر تالي أنا إذا بدي سلم على الآخر فيها تسالم مع الآخر بدون عدل يعني فيها أنا أعمل سلام بدون ثقة بدون معالجة الهواجز عم بحكي عن الشق الشخصة وعم بحكي عن الشق العام أنا اليوم على عدوة مع الدكتور أبو مراد ما بحكي معك حكينا عن بعضنا ما بعرف إلى آخره بس بقرر أنا وياك أنه نعيش بسلام أنت بطريقه وأنا بطريق بس الحقد موجود الكراهية موجودة تسامح غير متفاعل بينتنا كيف ممكن أعيش بسلام داخلي أنا وفيه براسة حقد اتجاه آخر ما فيه فيه المصالح ومشان هيك يسوع بقول لما تجي وتقدم أو تجي بدك تعبد إلهك وذكرت أنه على أخيك شيء نهي روح وفق ترك قربانك روح وتع انت وياه صالح انت وياه وبعدين تعال الدمر بينك لأنه هذه المصالحة تفترض العدل لأنه العدل القديم أيضا والعهد الجديد الإله وإله العدل إله الحق وإله السلام فيها ثلاث نواحي الأساسية الحق هو ما يجب أن يعم على هذه الأرض أي البر أي التصرف الحسن لأننا نسميه أيضا التصرف بموجب الخلق الأخلاق وهناك العدل أي أن يأخذ كل إنسان ما له وأن يعطى لكل آخر ما له وهناك السلام الذي يفتر يفرد على أن الإنسان في تحقيقه للعدل يكون دائما ممن يتخلى عما يحق له لأجل الآخر نعم فإذن العدل في المسيحية هو عدل ليس عدل رقمي عددي إنما عدل مبني على العطاء وعلى الحق وعلى المحبة عرفت عليه يعني إذا المحكمة بتقول إنه لا سمح الله في خلاف بيني وبينك عمية ليرة وتجي المحكمة بتقول إليك خمسين وإلي خمسين العدل بالمسيحية ليس كذلك العدل بالمسيحية إنه كل واحد مننا يعطي التانيمية دكتور أبو مراد مرأ معك جملة هيك استوقفتني جدا بتقول الهيكليات الإنسانية لا تصنع سلام ما في غير الإرادة الإلهية يلي بتصنع السلام كلمة إلي كلمة اليوم نحنا بواقع الحاد انتهاش كلمة الله بكل معانيها بالسلوك الاجتماعي بالسلوك حتى الديني بأوقاته يعني في انتهاش لكلمة الله بكل معانيها حتى كل واحد مننا عملنا إله وعلى إياسنا وعملنا الله كيف نحنا بنقبله ومش هو كيف كيف ممكن هيدا هيدا الحالة تخلينا نرجع نكتشف الله وإرادته بالسلام نلغي هيدا الهيكلية اللي نحنا عم نعملها نرجع نرجع إلى الأديان إلى جوهر هذه الأديان التي هي القتب المقدسة التي تدعو دائما إلى العيش الحسن إلى التعايش إلى السلم إلى قبول الآخر المختلف يعني دائما لما الإنسان يكتشف من خلال دعوة الدين وأنه ليس وحيدا على هذه الأرض وواحدا وليس هو الأهم على هذه الأرض إنما هو واحد من آخرين في عائلة واحدة مهما اختلف هؤلاء الآخرون لما أهل دين واحد يكتشفوا على مستوى الجماعي إنه مش هن اللي يبيملكوا الحق غيره هو على باطل حينئذ يعني حين نكتشف هذا نتوب إلى الآخر ويتوب الآخر إلينا وتالي نقول قد اكتشفنا الكلمة الإلهية الكلمة الإلهية لا تفعل إلا من خلال شفاهنا وقلوبنا وبالتالي لما يقول يسوع بولوس الرسول ما هيك في رسالته بيحتقد إلى أهل كورينتوس إنه إن الخميرة اليسيرة يخمر العجينة كلها فكونوا أنتم أيضا خميرا كما أنكم فطير خلي الخميرة هي صغيرة بس قد ما كبرت العجينة تاخد وقت بس بتخمر العجينة يعني بتعطيها هذه النكة وبالتالي المسيحي أو إذا ما نحكي عن المسيحي أو إذا ما نحكي عن المؤمن بشكل عام هو مدعو أن يكون هو حامل لهذه الكلمة في هذا العالم اليوم خليني أقولك شغلي بفلسطين يلعب الدين دور أساسي في غرز العداوة في تجدير العداوة لأنه يستغل الكتاب المقدس ويساء تفسيره لأجل القتل اليوم دولة إسرائيل تدعي ويدعى أيضا من مسيحيين معينين يسمون المسيحيين سهيونيين في بيات المتعالي هناك مسلمون سهيونيون أيضا الذين يقولون بحق إسرائيل الإلهي في أن تكون في أرض فلسطين وبالتالي في حق بأن تدافع وهذا أكبر كذبة بالتاريخ أكبر كذبة بس كمان هن بيعتمدوا على آيات موجودة بالكتاب المقدس أو بالطورات خلينا أقول بتقول أنه هن شعب الله المختار الله اختر لهم الأرض عطاهن الحق عطاهن الامتيازات عطاهن عطاهن وبالتالي يعني حضرتك قبل شوية كنت عم تقول دكتور أبو مراد عم تقول أنه قبول الآخر من وين بدنا نعمل قبول للآخر إذا كل واحد بالكتاب اللي معه بالنص اللي معه بده حارب الآخر هو المشكلة ليست في النصوص ولكن المشكلة هي في قراءة هذه النصوص بشكل أعوج كليتنا منعوج المسيحيين لما استعمروا لما فات كريستوف خولومبوس على أمريكا كان نفيت بروحية مسيحية لكن مشوهة جدا لأنه اعتبر أنه الموجودين هناك من من لا يؤمنون بالمسيحية هن يستحقون الموت وهو أيضا اعتبر نفسه مدعو أنه الأوروبا تسرق الأراضي وتسرق الدهب وتسرق الممتلكات لأنه هذه قراءة مشوهة للمسيحية الحروب الصليبية قراءة مشوهة للمسيحية الجهاد الإسلامي الإرهابي في أشكاله الإرهابية المتطرفة هو مخالف للإسلام اليهودية السهيونية مخالفة لروحية الكتاب المقدس فإذا مش كلمة واحد قال أنا عم تصرر في موجب ديني معناته هذا هو دينه هناك وناس يستغلون دينهم مثل نحن عنا في لبنان الطائفية ما هي الطائفية بحد ذاتها بجوهرة هي أنك تخلق أنت أسوار بينك وبين الآخر لما تقول أنه أنا بنتمي لطائفة وإلي حقوق طائفتي وطائفتي إلى دور ولازم يكون إلى دور وإلى آخره بتكون عم تحط تصور مع الأبناء الطائفة الأخرى مش عم تعمل أنت تعايش الكتاب المقدس بنهاية المطاف يدعو إلى أن يكون هناك جماعة موجودة بحضور إلهي منفتح ليس له أبواب مداخل إنما له مخارج في كتاب حسقيال على سبيل المثال ورشاليم الجديدة التي يبنيها الله نازلة من السماء ما إلى بواب ما بيقول إلى أبواب بيقول إلى مخارج بيسميهم مخارج الباب فكرة الباب أنك بتفوت وبتسكر بس فكرة المخرج أنك دايما تطلع منه لبرة وبالتالي أنت منفتح على الآخر تعرفي هذه الأبواب مثلا بأسر المير بشير ببيت الدين فيها الكف الخماسي اللي بيقول أهلا وسهلا إذن هذا منه باب يغلق باب يستقبل وباب تخرج منه أيضا أنا برأيي أهم من الدخول إلى البيت هو الخروج من هذا البيت لأنه أنت تخرج للقاء الآخر بيتك مفتوح والمنطقة المحيطة به هي سهل يعني مما كان بيقدر يجيقعد فيها منك محوطة بتعرفي المدن لا تبنى في السهول عادة المدن تبنى في أماكن جغرافية صعب الوصول إليها لحمايتها وهي دا جيو بوليتيكس لكن مدينة الله مبنية في سهل هلأ رح نرجع نحكي عن مدينة السلام وشو الفرق بين السلام الأرض والسلام الأبدي دكتور أمو مراد بس بموضوع الشعب الله المختار حضرتك قلت أنه اليهود شوهوا الصهيونية شوهت الكتاب المقدس لدى اليهود طيب هذا التفسير من أين قتلهم يعني أنه ربنا ميز شعب عن شعب تاني لأنه هي قراءة خاطئة في أنه حتى يعني في عندك طبعا البنوة إبراهيم بنوة لإبراهيم مشوهة لأنه فقلينا نقول ما في بنوة جسدية لإبراهيم لأنه ابنه بالجسد لإبراهيم إسماعيل قال له الله ليس هذا هو هذا ابنك يتبارك بك لكن لن يرث الموعد أي أنه بل يرث الموعد من يعطيك إياها الله لما يكون هيدا الكلام موجود معناته فقط الذي يتبنى لإبراهيم يتبنى بكلمة الله مثل ما بوله سرسول فسره وبالتالي ابن إبراهيم ما ضروري يكون منه بالجسد إنما هو منه بأن الكلمة زرعته في بركة إبراهيم تعرفي هيدا الجريفاج اللي بيعملوه بالشجر ما بيقول الغصن من الجزر من طعمه بالجزر إذا إبراهيم هو الجذر أو الأصل ويطعم بيصير شقفة منه وهيدا الفكرة بعدين الأخصان الحقيقية قطعات الأصلية عن بولوس الرسول بالزيتوني وطعمة أخصان بعيدة مش أصلية هيدا يدل على أن كل الإدعاء بالبنوة لإبراهيم بالجسد هو إدعاء تافه يعني فيما بعد الأرض في كتاب التكوين إيه طبعا هي حتى بكتاب التكوين نفسه 12 تسقط لأنه بيبقى فقط آخر كتاب التكوين 12 صبت إيه تسقط الأصبات لأنه يعقوب بيرجع لما يروح على مصر وعند ابن يوسف الذي طرد الذي هم طردوه وبعوه ليأخوه مع عبدا بيرجع بيقول له يعقوب بيقول له لا يوسف اعطيني أولادك فبيأخذ أولاد يوسف وبيجعله البكر والتاني وكأنه يعقوب لم يلد وإذا بنقرأ بركات يعقوب على أولاده الوحيد يلي بيكون حكي عنه إيجابة هو يوسف مش 11 بقيل هذا كله بيدل على أن الموضوع ليس الدين ليس تسلسلا جسديا بالDNA الدين هو حين تؤمن أنت إيمان إبراهيم تكون ابن إبراهيم وتكون من الأصبات وإذا كنت من الأصبات ولم تؤمن إيمان إبراهيم تقطع وهي دا بولوس رسول بيعطيه بمثل الشجرة الزيتوني إنه الزيتوني إلى جزع وإلى أخصان إذا اليوم زرعنا زيتوني بيطلعنا أخصان بس في أخصان بيقالك لا تثمر بيشيله بدك وهي دي من الجزع بقصة من الجزع تعيبس وبيجيب مش من الجزع وبيحطها وتثمر إذن هذا هو الإيمان اليوم أيضا بموضوع الأرض بس السهيونية عملت قرص تاريخي وعملت دولة وعملت عداوة وعملت حروب على هيدا التفسير دكتور طبعا عملت على هيدا تفسير لأنه إجا من أماكن لاحقة ما أنه هو الأساس وأنه هو الخاتمة بكتاب التكوين أيضا بقصة إسحاق وأبي مالك الفلسطيني ما هيكي نخبر هاي القصة مثل ما بيخبرها ببساطة بيجي إسحاق القصة بتقول إسحاق ابن إبراهيم بيجي بيحفر بير بيجوا الفلسطينيين بيطموها ما بيحربهم بيبعد عنهم بيحفر بير تاني بيلحقوه بطموها بعدين صار يهرب لا قاعد بعيد عنهم ما عمل حرب إسحاق لكن شو صار وصل لمحل إجوا الفلسطينيين حفر بير إجوا الفلسطينين بمع مالك أبي مالك قال لهم ليش لحقين الهون أنا عم بيحفر بير بدكم طموها طموها خليني روح لغير محل بيقولولو نحن رأينا وجه الله فيك لأنه أنت لما جينا طموها للبير ما حربتنا ونحن جايين نعمل معك عائد سلام فبيقطع إسحاق مع أبي مالك الفلسطيني عائد سلام ويعيشون في الأرض الواحدة بالسلام بالسلام نعم يعيشون من بركاته نعم هذه فكرة كتير حلوة إنه إسحاق كان بيقدر يروح يجيب فردو يأوصل بس ما أمل بعد تلافى الحرب إلى أن أتى السلام الحقيقي والسلام الحقيقي هي ونعرف إنه نحن كليتنا على الأرض ضيوف عند الله ما حدا إلو شي الأرض الأرض بالكتاب المقدس هي أرض الله وهي ميراث لنا ميراث لنا تنعيش فيه بسلام مش لإلنا الأرض أنا اليوم أنا اليوم بيقدر الدعي إنه إلي شي بهالدني يمكن إلي شي عشرين سنة عثلاثة لا بس على البنايات منقول ملك الله ومنصير بملك الله بدنا نطمع وبدنا أجرات غالية وبدنا نتملك وبدنا إذا حدا نكب علينا شي إذا ملك الله وعندك طابق فاضي وناس قاعدين تحت بلا بيت لا يما بتقلهم يقعدوا بالبيت إذا ملك الله عرفت علي فإذن اليوم الأرض الحقيقية هي إنه وهيدا بيطرح تحدي كتير كبير علينا إنه هل نحن يحق لنا إنه نسكر الحدود بالأرض في الكتاب المقدس الله بيشيل الحدود بيشيل الأسامح رح رح أحكي عن المدينة السلام لكن بس بموضوع الإسرائيلي أو اليهود بشكل عام بنوا كلها قائدهم على الكتاب المقدس حتى الملك عندهم كان ملك ملكه من الله بشكل أو بآخر وبالتالي دولتهم مبنية على معتقد أمتين أغضبوا الله وأمتين أعطاهم الحق بالحرب وأي حرب بدون يربحوها وأي حرب بدون يخسروها طب هيدا كمان البعض بيقول هل هو الله يلي ابنه يسوع هو ذاته الله يلي كان الله طبعا اليهود ما علي هيدا سؤال بس كمان ما من ننسى أن الملكية يعني أنهيت في العهد القديم أن الله أش أسقط الملكية في القصة الملكية تسقط بيصبح سبيبابل أنه في خبرية عن الملكية لكن فيه زمن محدد له بداية وله نهاية يعني هذا بعبر عنه ماعطه فرصة وستقدت الفرصة ما هي بالبداية بنشوف كيف بلشت لما إجا سموئيل قال له نبدو الملك زعل سموئيل قال له ليش الله ليش زعل يا سموئيل قال له لأنه ما بدوني قال له لا ما تزعل مش لأنه مبدوني يعطيهم الملكية إذن من البداية الملكية أعطيت للبشر حتى يتعلموا أنهم رفضوا الله حين طلبوها وتبقى الملكية في إسرائيل أربعمائة سنة وتسقط تبدأ بالداود يسقط داود يسقط سليمان تسقط الملكية كلها وبصير سبيبها بالبعدين ما بقى في ملكية في سبي من هذا السبي يأتي يسوع شوفي يسوع كيف بيجي من مصر إلى الناصرة يسوع يأتي من سبي إلى سبي آخر وحين يأتي إلى أورشريم الخاطئة تقتله أعرفت يعني الموضوع أن من يتوجه إليهم الكتاب المقدس هم من يظنون أنهم أهل الكتاب المقدس هذه ما حدا مننا بيعرفها ما حدا مننا بيعالى يمكن أن نعرفها أنه الذين يوبخهم الكتاب هم أهل الكتاب مش الآخرين نعم دكتور أبو مراد بدي أحكي عن مدينة السلام السلام المنتظر الحقيقي كلنا منقول وعندي تجربة شخصية ما لا يرح أقولها دايما أنا أمواتنا كلها الله يرحمهم بس وقتها تعيش بصلاتك لأجل الأموات وتحس أنهم عايشين بسلام مطلق وبترسم لهم المكان يلي عايشين فيه ومحيطه السالم والمسالم بتقول هونيك السلام وهني أريح ما بعف إذا هيدا حالة نفسية نحنا منهرب فيها مشان نطمم بالنا أنه هني بمحل أحلى مشان ما نشتق لهم مشان ما بعرف إلى آخره بس بشكل أو بآخر هل في عنا شي ملموس عن السلام الأبدي هل عنا شي ملموس أنه مدينة السلام آتية إلى الأرض بإيا زمنه كيف وليش المفروض أنه نحن كمسيحيين أنه أن تكون جماعتنا يعني كنيستنا هي هالمثال هالصورة هاي هذا التذوق حين يعني اللقاء في القداس الإلهي في الكنيسة هو مفروض يكون تجسيد لحال من ريدة للأرض كله ما هي أننا على اختلافنا نقف أمام الله في حضرة الله كشخص واحد وأن نتغاضى عن خلافاتنا واختلافاتنا لشان هيك بولوس الرسول بيقول لهم بحضرة الله ما في لا يوناني ولا يهودي لا ذكر ولا أنثى لا عبد ولا حر مفروض الكنيسة تكون هيك إذا الكنيسة ما كانت هيك معناتها هي موبخة من الكتاب المقدس لأن الكنيسة لا يمكن أن تتحول هي إلى صورة العالم ولكن أن تكون هي الصورة التي يجب العالم أن يتحول إليها ما هيك؟ فأنتم ملح الأرض في هناك دعوة هناك دعوة أننا كجماعة ينبغي أن نحقق هذا السلام وأن نعطي لهذا العالم طعم السلام بأن نبدأ هنا وأن يندقل هذا إلى كل الهيكليات وكل البناء الإنسانية كيف؟ ما بعرف اليوم الشر أقوى على الأرض عند الإنسان من الخير أو صنع الشر أكثر محبة للإنسان من الإنسان أن يصنع الخير هناك تفنن وأبداع في صناعة الشرور بس للأسف صناعة السلام ما عمل لي إلى ابتكارات نعم لكن دعوة موجودة يجب أن نبدأ من أنفسنا ومن عائلاتنا من مجموعاتنا من جماعاتنا أن نخرج دائما إلى الآخر الأرض الأرض صورة في الكتاب المقدس لكن مقصود كان بتقوين واحد أنه ما يعطيها اسم تاني إلا اسم الأرضية الأرض وحدة من خمس إشاء الله يعطيها اسم بيقول وسمى اليابسة أرضا ما سميها الولايات المتحدة ما سميها لبنان ما سميها سوريا ما سميها العراق ما سميها فلسطين ما سميها إسرائيل سميها الأرض وما إلى حدود في البحر بس إلى حدود بيقول وضعها للبحر حتى لكن الأرض أرض شو الأشياء الأربعة السماء الثاني هي السماء الليل والنهار ما هيك والبحر يعني سمى الخمس إشياء يعني التكوين التكوين تكوين المحيط فينا بس حتى الإنسان ما إلو اسم حتى الحيونات ما إلو اسم ليش مهم أنه ما في أسامة بهيدا الأصحاح إلا هالخمس أسامة هي أسامة عمومية لأنه نحن البشر نطلق أسماء على أسماءنا على ما نعتقد أنه ملك لنا ما هيك بيقولوا هيدا الأرض أرض فلان هيدا على المستوى الفردي بس على المستوى الجماعي بتصير أكثر خطورة بنظر كتاب المقدس أنه الملك بيسمي الأرض باسمه تعرفي عفوا الكتاب المقدس واعي لإسكندر كبير أنه كيف احتل الأرض وسمى المدن باسمه ما هيك سميها الإسكندرية أو المدن الكبرى يعني أنه الإنسان عم بيأخذ الأرض اللي هي لأ الله ويقول هي لأله بس كمان الله ما عملنا أرقام يعني ما عملنا أرقام يعني ما عمنا أسماء بس نحن ما عمنا أرقام فهمت الاسم هو يعني كصورة عن الملكية بس تعرفي لما اليوم شو بيقوله واحد ملك أرض شو بيقوله اللغة باللبنان التعبير بيقوله سجل باسمه باسمه عرفتي فإذن الاسم هي عطت اسمه فكرة الاسم هي مهمة كتير بالكتاب المقدس إنه بالنهيه ما في إلا اسم الله مفروض وهي دي منقراها بتقوين أربع أخي الإصاح وحينئذن بتدعى أن يدعى باسم الله ما هيك في الأرض في أرض والله نحن بشر عنده متساون في بشريتنا وإذا قدرنا نفهم هيدا متساون أيضا مع الحيوان لأنه هو الحيوان واحد من الإشياء اللي قال الله خلقته تعيش على الأرض بالسلام مع الإنسان بس نحن تسلطنا فنحن تسلطنا بالمعنى بالدم بالدم لما تسلطنا في المحبة هيدا اللي بيدعي لأله مطلعا بولوس الرسول أنه أيها الرجال أما هيك فأما تقول أيها النساء خضعنا لرجالي قلنا بس بيقول أيها الرجال ما بيقول أخضعوا نساء قلنا شو بيقول أيها الرجال أحب نساءكم كأجسادكم كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه المسيح رئيس الكنيسة والكنيسة خاضعة للمسيح لكن المسيح أحب الكنيسة حتى بذل نفسه إذا هيدا البترن هذا النصق يكون فينا برأيي أنا هناك حظوظ للسلام لأن يعم الأرض كلها دكتور أبو مراد عم تقول أنه السلام هو بالكنيسة لازم تكون انعكاس لمعرفتنا الملموسة بالسلام لكن كمان بالكتاب المقتص نقرأ عن مدينة السلام مدينة السلام يعني مدينة ما بعرف شو أكتر من السلام هي لا حدود للعقل أنه يستوعبها أنه نكون نحن خارج الزمن خارج الوقت خارج الضغوطات خارج الجسد خارج خارج كل شيء نعيش بروح منطلقة إلى مفهوم الاتحاد مع الله ما بعرف إذا عم بجزف أنا علق بس بمعنى أو بآخر هاي مدينة السلام رح تكون يوماً ما على الأرض هي مدينة السلام دعوة دعوة شكلها رمز لإلها التعبير لإلها في الكتاب المقدس بيجي بحسقيال بآخر تسعة أصحات من كتاب حسقيال في وصف لبناء البيت بيت الله في المدينة والمدينة لكن بيغير لأسم الله للمدينة وبيقول له اسم المدينة الرب هناك أي اسم المدينة حضور الرب هذه مدينة مدينة حقيقية لكن هي طريقة حياة هي نظرة إلى الحياة وهونيك بيقول ما إلى مداخل إلى مخارج أي أن الساكنين فيها حاملون للكلمة الإلهية إلى الكون كل رسل رسل سلام رسل محبة ومشان هيك بالعهد الجديد يتحول كتاب يشوع من اغتصاب للأرض أو إلى احتلال للأرض بالحرب إلى فتح للأمبراطورية بكلمة يسوع بالإنجيل عرفت حيث الإنجيل القائم على محبة المسيح حتى الموت يصير هو الجيش الذي يفتح الأمبراطورية الرومانية من بعد ما تكون أمبراطورية الرومانية قد مارست ظلمها بقتل يسوع عرفت فإذن هناك مفاهيم مختلفة بهذا المجال المدينة الإلهية ليست مدينة موجودة الآن على الأرض لكنها تتحقق كلما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم يسوع المسيح مش طيقلوا يحكوا وتقلوا حنك إنما كلما اجتمعوا يعيشوا بمحبة اي عاشوا اجتمعوا مع بعضهم بالمحبة هاي معناه ده باسم يسوع لأيك الاسم هون شو مهم لأنه إذا اجتمعنا باسم حدا منكون عم نتحزب له ما هيكي إذا اجتمعنا باسم شغلي منكون عم ندافع عنه لكن باسم يسوع إننا نتسمى بيسوع المسيح ويكون هو الاسم الوحيد ما هيكي كما بقول بولوس بأفاسوس وأعطاه اسما يفوق كل اسم لكي تجثو باسم ربنا يسوع المسيح كل رقبة مما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض يعني ما بقى في شي إلو اسم إلا يسوع المسيح الذي مات على الصليل دكتور أبو مراد سؤال بديهي إذا منقرأ بالتاريخ وخارج إطار الكتاب المقدس نشوف مع كل صراعات الحروب بيوصلوا لتسويات بيعملوا شي تجمعات تدعي إلى السلام وإذا منروح إلى الكتاب المقدس كل التحولات السيئة البشعة الشريرة اللي بتغضب الرب فيه ظهور شي إلهي نبي شو نطرنا نحن بهيدا الزمن يلي ممكن يعملنا التحول على الصعيد التاريخي وعلى الصعيد الإيماني ما بعرف شو نطرنا أنا برأيي ما بينطرنا على الطريق إلا أمثلات نتعلم منا أن نعود إلى الكلمة التي ظهرت لنا بالنسبة لنا نحن المسيحيين تحكلم الله في هذه الأيام الأخيرة بابنه يسوع المسيح خلص ما بقى يحكي إلا باسم يسوع المسيح بابنه أي في الإنجيل في الكتاب المقدس بس يسوع وعدنا أنه رح يرجع لكن كل حدث بفرج المأساة الإنسانية لازم يذكرنا بالعودة إلى هذه الكلمة برأيي أننا لا ننتظر قمة أو أوج تاريخ إنما ننتظر سقطات التاريخ حتى نعود إلى أوج التاريخ أي إلى الكلمة الإلهية إلى حضوره فينا مش لازم هالكلام يكون نظري هالكلام لازم يكون فعلي وعملي بالتوبة بأنه يبدأ كل واحد منا بيقتل اللي هو عيش فيه أن يتصالح مع نفسي ومع الآخرين العودة إلى الله العودة إلى الله العودة إلى الله أمام دعاية تشتاح العالم بتخلينا نبعد عن الله يعني هيدا الصراع الحقيقي اليوم نعم نحن لبنانيين أهل هذا البلد بكل اختلافات الدينية الطائفية والعرقية خلينا نقول لازم يعني مدعوين مثل ما بيقول بابا يحنبولو ستاني مدعوين إلى أن يشكلوا يكونوا مثل للعالم بأنه يعيش لبنان رسالة التعايش ما هيك حتى يفرج العالم أنه هيدا الاختلافات ممكن وفيه كمان نظريات اليوم بتقول أنه مش صدفة بالمشرق انطلقت الأديان السماوية الإبراهيمية اليهودية والإسلام والمسيحية انطلقت من هون ومش صدفة أن يكون الصراع كله موجود بهيدا المنطقة إلا إذا إلا إذا نحن نحن رجعنا أحيينا بسلوكنا المهد مهد الإيمان يعني كمانا هيدا دور المشرق اليوم دور المشرق إنه نلعب ما نكون نحن بقرة حرب وشر نكون رسالة سلام للعالم أجمع اليوم الأديان الثلاثة موجودة حد بعضا بس بهالعالم بهذا الحضور المركزي طيب ليه ليه بهيدا المنطقة عن جد دايما بسأل ليه بهيدا المنطقة ربنا أراد أنه يكون هو منبع النور نور الإيمان يعني ما في ذلك سر إنما بهذه المنطقة مسمى المشرق تسمى الشرق الأوسط تسمى الشرق الأوسط السياسي المشرق هو المشرق خلينا نقول يعني وهيكي موقع الوسطي في هذه القرى الأرضية ما هيكي يعني ما أعرف أنه هذا السلام اليوم بين أهل الأديان التلاتي والتعايش ضروري 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 ضربوا ببعضهم أو يقبلوا ببعضهم يقبلوا ببعضهم يقبلوا ببعضهم بالأقل يعني أنه وأن يدعو يعني اليوم ولا دين من الأديان عنده نمط دولي وهي دي برأيي أنا مبالغة أنه الإسلام هو دين ودولة والمسيحية مش دولة الدولة إلى أشكالها يلي الإنسان بيخترع أنه اليوم ما في دولة إسلامية حقيقية على الأرض يعني مش موجودة بالقرآن الكريم؟ مش موجودة بالقرآن؟ يمكن موجود بعض بعض عناصر إنشاء دولة لكن كل الدول الإسلامية التي ظهرت على التاريخ ما بتشبه شيء موجود بالقرآن إلى كل واحدة إلى خصائصها والدرجة أنه اليوم بتحربوا مع بعض دول حتى اللي بتسمحها على إسلامية أو قائمة على الشريعة هذا برأيي أنا أمر مبالغ به يعني ما فينا نقول ولا فينا نقول أن المسيحية هي خالية من البعد الدولة أو البعد الاجتماعي اليوم ما في دين منفصل عن الحياة البشرية لا الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية لأنه الدين بخاطب الإنسان بحياته اليومية ببيته بمجتمع بسياسة ببناه وأمثال يسوع وضعه فاليوم العودة إلى المبدأ الديني القائم أساساً على السلام الأبدي هو الأساسي في دعوتنا لي أن نحقق أرض الله التي لا اسم لها إلا الأرض دكتور أبو مراد يسوع المسيح كم مرة قال السلام لكم عدة مرات عمني عدده مش مع عددين سلام أعطيكم هيك هذه نشوفها بيحنة نعم سلام أعطيكم وليس كما يعطي العالم هذا فرق كبير كمان دكتور مراد سؤال هل كان السلام لأنه تقليد يعني تحية ترمى بالسلام أو لأنه بالبعد والجوهر يسوع كان قاصد السلام العادل المبني على المحبة على التسامل على القبول على بناء الجسور الإنسانية بين المشاكل لعل الإنسان بكل بكل تاريخه يعني من المعروف ومن غير المعروف كان لقاءه بالآخر اللقاء الأساسي هو لقاء للمواجهة ما هيك ولذلك مجرد أن التحية هي سلام بين الإنسان والآخر وأن يظهر اليد خالية من السلاح هي أن القاعدة في اللقاء بين الإنسان والآخر هي قاعدة قتل وحرب عم بيقول له هلأ عم نستسني وعم نقول لك سلام يعني مني جاي يحير بك هذا مهم أنه نفهمه أنتروبولوجيا أنه أن تقول سلام للآخر هو استثناء يقدم نفسك استثناء لأنه أنت تريه لا سلاح في يدك وكأنه دايما أنت حامل السلاح بس هالمرة منك شغلة عظيمة هي خروج من العدائية هي خروج من الحيوانية بس بالله وعي منقول السلام بدون ما نوقف عند معانيها ما نوقف بس هيدا هيدا الأرث التاريخي اللي حاملينه نحنا ما منوقف فيها نحنا صارت حركة بالنسبة لألنا ولكن إذا منفتش عقوين وجذور هذه الحركة هي فيه مشان هيك منرفع يدنا شو يعني نرفع اليد أننا ما عندي سلاح بإيدي لذلك اللي حامل السلاح ما بيقدر يسلم إذا حامل السلاح بها الإيد وبالقي كيف شو بدك تلقي السلاح فإذا تفترض إلقاء السلاح السلام وفيه سلاح كتير مهم بالحياة هو سلاح المحبة يلي فيه عبره نبني الإنسان يلي للأسف اليوم عاب يتدمر على كل المستويات بيقول بولوس الرسول إنه إذا بتكونوا جنود ما في مشكلة لكن احملوا سلاح المحبة ووضعوا على رؤوسكم خوذة البر بتالي أنت فيك تكون جندي لكن بيدك سلاح المحبة وعلى رأسك في تصرفك في عقلك أن تكون مستقيما في أعمالك بدي أشكرك دكتور نيكولا من الأولى بتفضل الأولى نيكولا نيكولا أبو مراد أنا بدي أشكرك بتحب تضيف شي كانت فرصة نحكي عن السلام ونطرح بعض الإشكاليات الموجودة اليوم بمحيطنا من منطلق محبة من منطلق الكتاب المقدس ومفهومه الحقيقة بتحب تضيف شي يعني أنا محزن أن نرى العالم يتحارب محزن محزن أن هذا الإنسان الذي أعطي العقل وأعطي الكلمة وأعطي هذا الذكاء الخارق مقارنة ببقايا الخلايا أن لا نحافظ على هذه الحياة التي أعطيناها كهدية لأنه محدى مننا مالك لأي شيء نحن أتينا على هذه الأرض صدفة وسنذهب صدفة وسيأتي أخرون لكن لازم نرسي أسس التي تحافظ على هذه الحياة لا التي تقتل هذه الحياة هذا برأيي دعوة بسيطة لكل واحد مننا ممكن تكون على مستوى الفردي وآمل أن تصل إلى المستوى الجماعي والعالمي إن شاء الله بالسلام بلشنا لقاءنا ورح نختم السلام عليكم وسلام لكم والسلام في القلوب والنفوس والسلام بالعالم أمين شكرا شكرا شكرا